بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيسل سالم الهيشري سنواصل شرح مقرر كيميو عضوية واحد وسنمر إذن في هذا الفيديو إلى شرح الجزء الثالث من المحور السادس والمتمثل في شرح أهم التفاعلات الكيميائية للألكينات بداية إذن سنقوم بشرح تفاعل إضافة الهيدروجين على الرابطة الثنائية للألكين حيث سيؤدي إذن إضافة الهيدروجين هنا إلى كسر الرابطة باي في الرابطة الثنائية هنا وكذلك تكوين روابط سيجما بين الكاربون والهيدروجين ونتحصل بالتالي على الكان إذن كسر رابطة باي وتكوين روابط سيجما مع الهيدروجين هنا ومع الحفاظ بطبع الحال على إذن الألكيليات الأخرى R3, R1, R4, R2 إذن ما هو مبدأ هذا التفاعل الإضافة أو كيف يتم تفاعل إضافة إن وجود الرابطة باي الأضعف من الرابطة سيجما أولا إذن الرابطة باي التي توجد إذن هنا هذه الرابطة باي إذن أضعف من الرابطة سيجما التي سيتم تكوينها فيما بعد بين الكاربون والهيدروجين هذه الرابطة سيجما إذن فإن الرابطة باي كما قلنا أضعف من الرابطة سيجما فبالتالي إذن كسر الرابطة باي في الرابطة الثنائية هنا مقابل تكوين الرابطة سيجما التي تتميز بالقوة والأكثر ثبات فبالتالي إذن المركب الذي سنتحصل عليه في النتيجة الأمر هو أكثر استقرار من المركب الأول إذن عملية الإختزال كيف تتم إذن عملية الإختزال تتم عملية الإختزال بواسطة الهيدروجين مع وجود عام مساعد مثل البلاتين أو النيكل وتتم هذه العملية من خلال عملية امتزاز إذن مركب الألكين الذي له شكل سطحي أو شكل مسطح يتم امتزاز إذن الألكين على سطح الكريستال سطح الكريستال من النيكل أو من البلاتين ثم فيما بعد يتم تفاعل الـ H2 على الرابطة الثنائية إذن كيف يتم إضافة إذن الـ H2 على الرابطة الثنائية يتم إضافته بهذا الشكل إذن على سطح الرابطة الثنائية وخلال عملية إضافة الـ H2 هنا يتم إذن كسر الرابطة باي من هنا وكسر متجانس للرابطة بين الهيدروجين والهيدروجين ويتم في نهاية الأمر تكوين الرابطة بين الكاربن والهيدروجين هنا فيتم إذن إضافة الهيدروجينات على نفس المستوى كما تلاحظون في المركب وبالتالي نتحصل وبالتالي على الألكان